السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في مراجعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل آل التنين وأخيرا عاد شيء من عالم Game of Thrones عادت رقصة التنين ولكن السؤال هل الحلقة الأولى كانت بذلك المستوى الذي نحن نستنى من حلقة أولى لمسلسل آل التنين؟ سأجمع هذا السؤال بنهاية الحلقة ولكن من البداية ولازم نحكيها أنه بصراحة الحلقة كانت واضحة يعني واضح مين مع مين واضح كل شخصية وجهة نظرة فيما يخص الحرب الشوهية يعني من البداية نحن واضح أنه في عنا الفريق الأسود والفريق الأخضر ولكن في نقطة تعتبر جدا مهمة أنه الفريق الأخضر مقسوم لقسمين الآن هن الاثنين بدون يوصلوا لنفس النتيجة واللي هي أنه إيغون يكون الملك والفريق الأسود إلى حد ما يكون هو الخاسر ولكن شلان رح يخسر وإشو هي الطريقة لحتى يوصلوا لهذا الموضوع هون يكمن الاختلاف فبالبداية في عندك أليسنت يلي بده توصل لهذا الهدف أنه يكون إيغون هو الملك والفريق الأسود يكون خسرا ورينيرا تخضع من دون ما تلجأ لإراقة الدماء وللقتل وللضرب وإلى آخر يبدأ الموضوع يكون سلمي عكس أوتو عكس إيموند وعكس إيغون يلي الموضوع بالنسبة لهم العبارة عن أني يلا أنا بس بدي أضرب وأقتل وأحرق هون وأعمل هون وأساوي هون فعلى سبيل المثال بأحدى المشاهد اللي موجودة بهذه الحلقة إيغون بيقول أنه نحن بدنا نروح على مكان معين فالناس اللي موجودة هناك لا بتعلن ولا أغائلي أو نحرقهم وكان واضح أساسا طوال الحلقة وبمن ذكرنا إيغون فلازم نحكي على أنه الشخصية بصراحة مستفزة مو ذاك الاستفزاز اللي كان يستفزنا يا جوفري لا بتحس فيه لم وبالا من طرف إيغون واضح أنه ما عنده أي خبرة فيما يخص الحرب وما عنده أي خبرة بيخص أنه هو يكون ملك والموضوع أقرب أنه هو يكون بصراحة مستفز يعني أنه أنا بدي أروح لهذاك المكان يا بيعلم ولاقوا إلي يا ما بقتلوا يا ما بحرقوا وفي تقريبا بالتلت الثاني من الحلقة مشوف كمان مشاهد لإيغون على العرش الحديدي هو أنا دعب بيسكر مع مجموعة من الأشخاص اللي حواليه اللي كمان رفقاته اللي أيضا مائلون علاقة في الموضوع والأطلاق فشخصية بحد ذاته مستفزة فيها من اللامبالا الكثير مثلا بيقول أنه أنا جيهيرس من المفترض أني أنا أاخده ويجي يحضر معنا الاجتماعات لأنه في يوم من الأيام هو بدي يكون الوريث للعرش يا عمي أهدى شوي ركز معي ولد السادو هيك أدو وقت اللي بيأخذه على الطاولة بيقعد ولد بالأخير بديو يلعب بديو يشوف شغل ييمس كي يطلع الشوهي إلى آخره من الأشياء اللي بيعملها أي ولد بالحياة ولكن لا بيطلع هيك إيغون بصير بيضحك بصير بياخد الموضوع بلا مبالاة فبصراحة الشخصية كانت مستفزة ولازم أقلكن ياها من البداية من أول هيك حلقة من أول فيديو لمراجعة على التنين إن أنا مالي لا مع السود بالوقت الحالية وصلت لهذه القناعة أنا لا لي مع السود ولا لي مع الخضر أنا إنسان محايد ولكن الموضوع يعني ممكن يتغير رأيي بناء على التصرفات الشخصية فعلى سبيل المثال الشيء اللي بيعملوا أيغون بيخليني أبقعد عن الخضر أكتر وأقرب للسود أكتر فيعني هذا الشيء اللي أنا بحاول لوصل لكم يعني الآن في نطرة تعتبر جدا مهمة إنه أيمند نعم واضح إن هو سيف جيد جدا راكب فيغار يلي قادر إن هو يروح للمكان اللي بده يا بخبرة فيغار بالقتال وبالمعارك إن هو يقتل ويحرق اللي بده يا ولكن أيضا في عنده مشكلة هو وأيغون فيما يخص إن أنا أروح المكان الفلاني أحرق وأقتل وما أطلع وراي في عنده مشكلة بما يخص إن هن نسيانين الفريق الأسود نسيانين الفريق الأسود أيضا عنده قوة عندهم تنانين عندهم ديمون تارجيريان يا جماعة يعني كراكسيس ذات نفسها قادر عنه هي تطلع راس براس ما أقوى تنين عندهم إلى حد ما هذا الشي شفتنا من الموسم الأول يمكن فيغار أكيد بتفعو عليه ولكن في معركة ممكن ديمون إن هو يخوضها سواء من ناحية تضربه لأتلك السيوف وإلى آخره أو حتى كحرب تنانينة بين بعضهم فبالتالي هن الشيء اللي عبي يعملو أو الشيء اللي بدهم يعملو إيغون وإيموند إن هن يهجموا من دون ما يطلعوا وراهن هل نحن تاركين ورانا ثغرات معينة؟ هل المكان اللي موجود فيه عائلتنا أو موجود فيه الإرث طبعنا العرش الحديد طبعنا هل هو مؤمن كفاية أنه ما يصير فيه انقلاب بالوقت اللي نحن هجمين فيه هل دفاعاتنا مؤمنة ولا لا؟ مع بفكره أبدا نحيا بفكره نهجم نقطة نضرب وانتهى الموضوع فهون بقى الخبرة القتالية اللي بتفوق فيها أوتو هيتوار أنا معكم بدنا نهجم بدنا نقطة لبدنا إلى آخرية أنا مالي مع أليسنت إنه أحل الموضوع بطريقة سلمية لا لأنه أوتو بيقول إنه نحن وصلنا لمرحلة ما عد فيه خط رجعة من دون ما نلجأ للعنف خلص نحن وصلنا إلى مرحلة العنف وصلنا إلى مرحلة ونحن يكون فيه معركة فيه القتال فيه حرب رح تقوم من المستحيل ما يكون فيه حرب ولكن لازم ندير هاي الحرب بالطريقة نحن بدنا إياها ما نتسرع ما نهجم بشكل عبثي لا نهجم بالطريقة المزبوطة المعركة اللي بدنا نخوضها تكون محطوطة ضمن خلنا نقول معايير معينة ضمن خطة معينة واضحة إنه نحن نروح نضرب ونقتل ولكن دفاعنا يكون مؤمن نروح بالوقت المثالي باللحظة المثالية مو أي شي يلا نحن جاهزين يا جماعة يلا واحدين كاتل نروح نهجم أنت يبت أعلن ولاك إلي أما بقيت لك إلى خريفة هاي النقاط اللي أنا عب حاولي نوصل لك إياها إنه فريق الأخضر أوكي عندهم قوة كتير كبيرة من ناحية التخطيط من ناحية الذكاء لجماعة الهاي تاور أو التنانين بالتارجاني اللي موجودين بفريق الأخضر ولكن من المهم أنه هنن يسمعوا لبعضهم يصير في خلينا نقول هاد يسمع هاد وهاد يسمع هاد رح تيصلوا بأخير لنتيجة وحدة ولكن الطريقة تختلف الآن بزي بدك تسألني هل أنا مع أليسنت أو مع فكرة أليسنت ولا مع فكرة أوتو ولا مع فكرة إيموند وإيقون بقلك أنا مع أوتو بغض النظر إذا أنا مع الخضر لا بس أنا عبقلك مين هو الصح ما بيناتهم الصح هو أوتو خايتاور إنه نحن نعم وصلنا للمرحلة ما في خط رجع من دون عنف الشيء اللي عمله إيموند شرارة حرب خلاص هو افتتح الحرب على إنه إيموند بيعارض هاي النظرية بأحد المشاهد بيطلع بيقول إنه أنا أمي هي اللي أعلنت الحرب على رينايرا وأخذت منها العرش الحديدي هي اللي راحت وأعلنت الحرب ليش عبت تتهمني إلي فهو لحد ما ضد أمه فيما يخص هذا الموضوع إنه هي اللي عملت هي ليش عبت تقلي إنه أنا لا أنا ما عملت هيك فمن وجهة نظره الشخصية إنه مو هو اللي بدأ الحرب ولكن إذا بدك أنت تفكر بفعلا شرارة الحرب وبداية الحرب إيموند نعم من قبل أليسنت كانت مخبصة وهي اللي وصلتنا لهاي النقطة وأساسا فهمة للنبوئة اللي كان في سيريس عب يحكيها على فراش الموت عن إيجون الغازي والنبوئة تفهمة أساسا الغلط لكل هاي الأمور وصلتنا لهاي المرحلة ولكن مو لمرحلة العنف والقتل والضرب والحرب والحرب ما بين التنانين وأنا أقتل ابنك وأنت تقتلي ابني وإلى آخرين مو لهي الدرجة إيموند هو يلي قتل ابنة لرينيرا وأشعر الحرب فعليا فبالتالي أنا مالي مع أليسنت لأنه خلص وصلنا فعلا للنقطة إنه ما ممكن نرجع من الحرب ولازم يدخل والعنف لازم يدخل وأنا مالي مع إيجون وأيوند إنه هن يجموا بطريقة عشوائية اعتماد أنه والله عندي فيغار فبحثني بقتل وبضرب إنما أنا مع أوتو هايتور اللي أنا كشخص نعم وصلت لمرحلة ما ممكن أرجع إلا بالعنف بضرب وبقتل ولكن ما برخي دفاعاتي وبتخطيط وبتكتيك فهذا فيما يخص الفريق الأخضر في افتتاحية الموسم أما فيما يخص الفريق الأسود يعني ببداية الحلقة شفنا أنه رينيرا مختفية إلى حد ما الملكة ما هي موجودة فديمون كان بحاول يتصرف على أنه هو الملك هو اللي يعطي التعليمات هو اللي قال لرينيرس إنه تعي خلينا نروح ونهجم ونقتله لإيموند أو نقتله لفيغار ونقتله لراكب فيغار في بعنة آخر أنه ديمون يسعى للانتقام رينيرا ما كانت مع هيا الفكرة رينيرا كانت أهدى كانت عبتمر بلحظة أنه أنا أبني مات يا جماعة ركزوا معي أهدوا كرمال الله أنا أبني مات فمن المفترض أنه نهدى شوي داخلي بحالة صدمة كتير كبيرة ما بتقدم أنه يتطلع منه لحين أنه شافوا جزء من جناح التانين اللي كان يركبوا ابنه وشكاس واللوكي لوكي أتوقع ومن بعدها شافت عبائته فخلصت أكاديمية في المية أنه هو ميت فمن بعدها رجعت وبعد ما عرفت أنه إيموند هو اللي قتله فقالت أنه أنا بدي إيمون تارجيريان الآن الفريق الأسود برضا لكنه هو مقسوم لقسمين ولكن أنا خايف من إيمون تارجيريان الديمون اللي طلع بمشاهدين أو تلات مشاهد بالحلقة المشاهد الأول مع رينيس اللي شفنا أنه إلى حد كتير كبير كان عم يحاول يؤمرك على أساس أنه هو الحاكم أو هو الملك اللي بيعطيه أوامر ولكن قتل له أنه أنا ليش أسمع لك؟ ما أنت الملك الملك هي رينيرا فأنا ليش أسمع لك؟ فنزعد من هذا الموضوع وبمشاهد آخر أيضا ديمون تارجيريان كان عم يحاول أنه هو يعطي مثل أوامر لجاسوسته السابقة وعشيقته السابقة توقع كانت فأيضا رفضت هذا الموضوع أنه أنا من قبل كتب أشتغل معك أنا لا لا مالي معك فإلى حد كتير كبير يشوف الشيء اللي عم يصير هو حالة رفض للأشياء اللي ديمون بدوها أول شي رفضته رينيس بعدين رفضته عشيقته أو جاسوسته فبتشوف أنه في حالة رفض لديمون وعب ينزعج بكل مشهد بتشوف أنه هو منزعج أكتر وأكتر فهذا الموضوع ممكن نحن نستغله في الحلقات القادمة ومنشوف أشياء معينة من ديمون يعملها ما بدأ لكن هو ينقلها بعد رينيرا ولكن الله يستر من الأشياء اللي رح يعملها ديمون ورينيرا بصراحة إذا بدنا نحكي على الممثلة ذات نفسها طبقا كان اسمه كلاريك يمكن لكن تمثيله بصراحة كان حلو دراميا عجبتني جدا بعدة مشاهد المشهد الأول أول ما صارت تبكي وأتشافت جناح التنين مشهده كان جدا جميل من ناحية الدراما المشهد الثاني اللي عجبني جدا 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 أول ما بيرجع ابنه بعد ما يروح لعند الستارك ويقل له أنه بدنا تحالفك معنا ويضمن أنه بيتحالف معه فبيرجع مرة أخرى ابنه لرينيرا وبيقل له أنه خلص جماعة الستارك معنا ويترفل معنا وجماعة الشمال معنا فبيكون رب يحكيه لأنه ضبنت هذا وضبنت هذا وضبنت هذا وهي وافعة بتطلع أنه والله لم يحتاج السياسة أنا محتاجي هلأ أبكي أنا أبني ميت أخوك مات إيش فيه فراحوا ولفوا بعض كمان كان مشهد جدا جميل من ناحية الدرامية ومشهد أحرقه الأغراض طبعه وقت كانوا وقفين كنت بتوقع أنه يكون أقوى درامية ولكن لحد ما مقبول ما هو ذاك الشيء اللي يعتبر أنه سيء الآن بما أنه حكينا على جماعة ستارك فوينترفيل طلعت كريغان ستارك اطلع ما شفنا ذاك الشيء الكثير فقط عرفنا أنه هو خلص اتحالف أو خلل نقول أعلن ولأه لرينايرا تارجيرين للفريق الأسود ولكن بطريقة أبو أخرى لازم نحكي على كريغان ستارك ذات نفسه الآن أنا ما عندي فكرة عن الرواية شلون وصفه كريغان ستارك ولكن الممثل تحسه صغير شوي يعني أنا كنت بتخيل سيد الشمال ما بعرف ما بعطي حكم لأنه بالأخير نحن لازم نستنى من الحققات القادمة المشاهد القادمة للشخصية ذات نفسها ونشوف الممثل إيش ممكن يعطي لهذه الشخصية فبس كان نظرة أولى حيث أنه كان ممكن يكون أهيب من هيك ولكن نستنى أكيد ونشوف ولكن كلاما عن موضوع الجدار الشتاء كل هاي الأمور عطتك لمسة جميلة جدا للحلقة ولكن تتمنى أنه تكون مشاهد وينترفيل أيضا موجودة بنص الحلال حتى تصير هذا التنويع اللي نحن كنا نحبه بـ Game of France ولكن خلاص أنت أكيد بالحقق القادمة حيدخل الموضوع أكتر وأكتر وأيضا شفنا جماعة الفيلاريون والبحر والسفن وشاء بحاولون هنا أسطولهم يرجعوا يبنوا مرة أخرى ويقطعوا الطرق على جماعة ويضيقوا الخناق على جماعة الفريق الأخضر فيعني الشيء اللي بدأ وصل لك يا أنه الحلقة الأولى كل هالكلام اللي حكينا لسه بيأثثت فكرة أنه المسلسل في موضوع التحالفات والخيانات والاتفاقيات وإلى آخرين هذا الكلام لسه موجود لسه تقعب تشوفه بهذا المسلسل ويعتبر شيء جيد ولكن تعالوا هلأ بقى نحكي أو قبل ما نحكي على رأيي الأخير لازم نحكي على موضوع الصورة اللي كانت قدامنا المستخدم التنانين وإلى آخره بصراحة ممكن نقول أنه كان شيء يعتبر جيد جدا في مشهد واحد كان جدا زي العجني عدتوا مرتين في البث اللي كان عم نعمله واللي هو أنه رينيرا وقت تنزل من على التنين كان واضح يعني ما كان فيه تنين وكان يختلفوا على هين نقطة كان جدا واضح أنه في شيء عب يشد عب تنزل لتحت بس ما تبقى مشهد كان جميلة القلاع جدار بطريقة هيك وإلى آخره كل هذا الكلام كان جميل جدا ما كان عندي أي مشكلة فيه نصل للمشهد الأخير من الحلقة ليش أنا تركته هذا المشهد الأخير لأنه هو مشهد الأخير أكيد بس لا أضي أنه تركته للأخير لحتى نوصله مع رأيي بالحلقة الآن المشهد الأخير بالحلقة هو مشهد منا ممكن نقول مفصلي بالموسم مفصلي بالأحداث بالقصة كاملتان أنا رأت لك في البداية وشرحت لك أليسنت وتفكيرا عن الموضوع أنه أليسنت شخصية تسعى أنه هنن إليه يحكمه إيغون هو يكون الملك ولكن بطريقة سلمية فالمشهد الأخير وقت اللي بيموت جي هيرس الصغير هذا المشهد من المفترض يكون تغيير وقلب 180 درجة لشخصية أليسنت أليسنت تروح من حالة أنه هي بدت تحل الموضوع بطريقة سلمية أنه تروح للحال برو ماكس إذا أنا بدي أحل الموضوع بأعنف طريقة ممكنة ابن مقابل ابن أوكي ما عندي مشكلة تعالوا نشوف مين تنينه أقوى تعالوا نشوف مين قتاله أقوى مين بحسن يعمل معركة أقوى هذا اللي بتوقعه بالوقت الحالي من المشهد اللي صار ابن مقابل ابن طيب يا طارق وين مشكلتك مشكلتي أنه مشهد كان بيض المشهد كان ما هو ذاك الشيء اللي أنا بستنى من شيء مفصلي أنا بقال لك شوف لو كان المشهد خلص واحد مات شخصية ماتت انتهى الموضوعك ولكن أنت بتحكي على مشهد مفصلي على تغيير شخصية 180 درجة فشون بتعطيني هذا المشهد بأسوأ طريقة ممكنة بصراحة مشهد كان سيء ما حسيت بالهبة ما حسيت بالخطر الكافي نعم خلين نقول الموسيقى التصويرية كانت جيدة فيها شيء من الحماس ولكن انت كمشاهد عم تشوف هداك المشهد فيه ولد بالدويموت قدامك فيه شخصية بدت تتحول 180 درجة من طريقة سلمية لطريقة منتقمة بأقصى شيء ممكن تتخيله ما كنت تحسس بهذا الشعور ما كنت تمسك الكرسي وقعد يا رب عادي كان الموضوع يعني مر مرور الكرام هو ما لازم هيك يمر هاي نقطين هو ما كان لازم هيك يمر بالإضافة بغض نظر على المشهد الأخير ما كان فيه ذاك المشهد الملحمي هيك التقيل بالحلقة ما لقيت هذا المشهد من ناحية الحوارات كان فيه بعض الأشياء الجيدة ولكن ليست بتلك الحوارات العميقة اللي فيه أفكار اللي فيه كذا أنا بالعادة بتذكر في كتير من حلقات الموسم الأول كنت أعيد بعض الحلقات أو بعض المشهد لحتى أفهم إيش عاب بيحكوا أشوف يكون فيه شيء تقيل فيه شيء عميق ولكن هاي الحلقة لا كل شيء كان مواضح ما فيه أي عمق بالحوارات اللي كان موجودة لا مشاهد ملحمية لا مشاهد حوارية تقيلة والمشهد الأخير على أهميته كان جدا عادي فبصراحة الحلقة كانت افتتاحية أوكي بتعرض لك مين مع مين اللي هي تلك الافتتاحية اللي نحن مستناها لهاوس أوف دراجون لا بصراحة تقييمي للحلقة الأولى راح تكون عطيتها قبل شوية بالبث ستة ونص ولكن راح أطيها هاي المرة سبعة من عشرة لحتى ما أظلم يعني التحالفات والخيانات وإلى آخرين من هذا الكلام ولكن يعني سبعة مستحيل تطلع أكتر من سبعة سبعة من عشرة حيكون جدا 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 كافي اكتب لي تقييمك عن الحلقة تحت بالكوميتان هل بتشوف أن الحلقة كانت جيدة كفاية لا تكون افتتاحية الموسم الثاني من آل التنين ولا لا ولا تساكل عادة أنك تحط لايك على هذا الفيديو أكيد تشترك بالقناة زي لحد الأمارك مشترك وإن شاء الله سيكون في عنا حلقة بمنتصف الأسبوع بعدما يظهر المشهد الأعلي أو التريلر الحلقة القادمة وصور الحلقة نطلع نحلل ونتوقع كالعادة مثل ما عملنا في الموسم الأول فكون ضروري متأكد أنك تفعل زر الجرس أو ما ننزل لهذه الحلقة تصل لعندك فورا على الموبايل شكرا في الفيديو القادم سلام عليكم